السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا بكم فيديو جديد سريع جدا هنشوف مع بعض ازاي ممكن نجيب تاريخ اسعار صرف العملات يعني نجيب سعر صرف العملة بس على فترة طويلة من الزمن باستخدام ده اللي اسمها stock history خد بالك ان احنا قبل كده عملنا فيديو بيتكلم ازاي ممكن تجيب سعر الصرف النهاردة اعتبر ده الجزء التانية بتاعها وتعلم مع بعض بسرعة نشوف الفكرة البسيطة ده ممكن تساعدنا ازاي افرد انك بمناسبة التعامل الاخير ده دخل عليك مديرك بسرعة وقالك لو سمحت انا عايز سعر الدولار بالنسبة للجنيه فاخد تلال سنين كان شكله عامل ازاي وعايز شوف الكلام ده بشكل شهري فمحتاج تعمله ترند زي اللي موجود قدامك ده طبعا تفكير السريع هتقول ايه اروح لموقع البنك المركزي اجيب منه اسعار الدولار وبعد احطه على الاكسل وحاول اعمل كده لكن في طريقة اسهل ممكن تعمل ده من جوه الاكسل احنا شوفنا ما بعد كده ازاي ممكن اجيب سعر النهاردة في فيديو قصير كنت عملته من مدة كده بيوريك ازاي ممكن الاكسل يجيب لك سعر العملة النهاردة لكن ازاي بقى ارجع في الهيستري تلات سنين وخمس سنين ده اللي حنشوف في الفيديو ده كمان خد بالك الموضوع فليكس بالقوي يعني هنا ممكن اختار من مجموعة عملات انا لم حددهم على فكرة انت عدد الكمبينيشن لا نهائي ممكن من اي عملة لأي عملة فهنا مثلا ممكن اشوف سعر الدرهم بالنسبة للجنيه ادي الترند بتاعك بيتغير والجدول بيتغير كمان ممكن اختار هنا بدأ من اول تاريخ النهاردة ورجع لورا ستة وتلاتين شهر فممكن اقول له مثلا رجعني لو سمحت ايه تمانية واربعين شهر فراح جاب الديتا هو من اول مارس عشرين انا في مارس عشرين فرجعني ايه تمانية واربعين شهر يعني حوالي اربع سنين وقادي الترند بيتغير معك بشكل هايل كل ده الموضل السريع ده ممكن يتبني في حوالي تاربع دقائق وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا قبل ما اشتغل محتاج بس احدد مجموعة العملات اللي انا عايز اختار منها لان بعد كده حاملتها دروب داون مينيو اختار من الليستة دي فأنا مختار كده ادي حوالي ستة عملات كلهم اجنسة الجنيه طبعا لازم تكتب بشكل حاج شايفو ده العملتين وبينهم الشرطة الميلة او السلاش يبقى دي العملة واحدة على ين واحدة على الشمال لازمين في بعض وبينهم سلاش وطبعا بتستخدم الابريفيشن يعني الدولار يو اس دي المصري اي جي بي الدرهم الاماراتي مثلا اي اي دي الريال اس اي ار وهكذا انا مختار بس ستة عملات ممكن حالك تكبر الليستة دي زي ما انت عايز مفيش اي مشكلة خالص وهنا هنعمل فاليديشن فحقف هنا واروح على ديتا من ديتا هاختار فاليديشن هقوله عايز لستة واللستة بتاعتي اي موجودة هنا وادوس على اوكي وقادي ممكن اختار لانا عايزه تعالى نبدأ بالدولار دلوقتي ممكن اعمل هايد مش محتاج دي الا لو حبيت بعد كده اكبر اللستة او اغير فيها حاجة محتاج اشوف عايز ارجع كم شهر الورا انا هدفي ابدأ من تاريخ النهاردة وارجع بالشهور الورا فتعالا نقول هنرجع في الاول 12 شهر الورا طيب الستار ديت استنى عليه شوية تعالى نبدأ بالان ديت ان ديت زي ما اتفقنا عايزين نبدأ من النهاردة فحكتب اكول وبعد كده وقف القوس وادوس انتر عشان ارجع بقى الستار ديت ده تاريخ النهاردة وعايز ارجع 12 شهر هستخدم فنكشن اسمها اي ديت حكتب اكولز واكتب اي ديت تاريخ البداية عايز مني الستار ديت هقوله انا عايز النهاردة تاريخ النهاردة اللي موجود في اي سابن وبعد كده كما عايز هتحرك كام شهر الاي ديت بتحركني لقدامه الورا لو عايز تحرك لقدام فحط الرقم بالبوزيتف عايز ارجع لورا هحطه بالناجاتف انا الاتناشر اللي مكتوبة فوق دي عايز ارجعها بالخلف هكتب مينس وهاختار السل اي فايف وبعد كده اقفل القوس وادوس انتر فارجع لي فعلا سنة تقريبا لورا من 13 مارس 23 ل13 مارس 24 دلوقتي كده كل حاجة جاهزة محتاج بس اكتب الفونكشن اللي هتجيب لي الهيستري بتاع هي فونكشن واحدة بس وفونكشن بسيطة جدا اسمها ستاك هستري اكتب كده معايا ايكولز ادي ستاك هستري طبعا لما تبص عليها كده ستاك هستري طبعا هتقول لي دي مفروض اشتغى على الاسهم ليه عايز تشغالها على اسعار الصرف هقولك فعلا هي اصلا دي استخدامها الاساسي انك تجيب تاريخ بتاع اسعار الاسهم لسهم معين لكن طبعا لو استخدمتها برضو مع الاكسشنج ريت هتشتغل معاك بشكل كويس او مع اسعار صرف العملات هتشتغل برضو بشكل كويس جدا فاول طلب طلبه منك الستوك لو انت كاتب الفورمات بالشكل ده USD على EGP وبينهم الشرطة الميلة دي لو انت كاتب بالشكل ده هيفهم ان دي كارنسي وهيتعامل معاها هيفهم انت بتدور على سعر صرف عملتين وهيتعامل معهم بشكل ممتاز هختار وبعد كده اعمل كما سيقول لي عايز الing date الطلب الاخير سيقول لي عايز ال full servile يعني انت بترجع 12 شهر للخلف عندما ترجع 12 شهر دول سيجيب المعلومات بشكل شهري ولا بشكل يومي ولا بشكل اسبوعي في الحالة بتعتي هكتفي بالشهري فهختار اتنين واقف للقوص وادوز enter طبعا لازم تكون متوصل بالانترنت و لازم تكون على office 365 خمسة وستين. وزي ما انت شايف غاب شوية صغيرين. وبعين راجع جابلي على طول ادي الاثناشر شهر اللي فاته. سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه. طيب تعالى بقى نجرب كده نشوف الدنيا ماشي معنا كويس ولا? تعالى نجرب نغير العملة. نختار مسلا الدرهم. ادي اتناشر شهر اسعار الدرهم. مفيش مشكلة. طيب عايز ارجع ورا اربعة وعشرين شهر. هكتب اربعة وعشرين. ادي الجدول الكبر معنا. وزي ما انت شايف كده بقى بادئ من اول مارس اتنين وعشرين لحد مارس اربعة وعشرين. كده ما فضلش غير اني ارسم بس الترند. فكل هعمله هختار الجدول ده بالكامل. انسرت. هختار لاين شارت. واختار الاين شارت العادي. وزي ما حراك شايف كده بقى عندي اهوك لما بختار او بغير الجدول كمان مع حضرتك. فاضل بس ان انا اضبط الايه الهايدر ده. كلمة ده ممكن مش كويسة قوي. فممكن اختار الهايدر نفسه يعني اختار اللي فيه الهايدر ده. وبعدين اروح على الفورمولا بار واقف جواها واكتب اكول. وبعد كده اروح اختار السل اللي عايز اربط بيها البوكس ده. وليكن مسلا السل اللي فيها اسم الكارنسي. فكده بقى ايه ادي سعودي ريال على الاي جي بي ادي الترند بتاعه. وهنا راجع اربعة وعشرين شهر. لو حبيت ترجع. وليكن ستة وتلاتين. هتكتب كده ستة وتلاتين. تغير العملة. هتلاقي كلها ادي مسلا الدينار الكويتي. ادي التشارت بيتغير. و ادي الجدول بيتغير. وكل حاجة ماشية تمام. زي ما قلنا لازم بس تكون كونكتد بالانترنت. واعتقد اسهل بكتير قوي ما تروح ضع المعلومة دي. في مكان برا. وبعد كده تجيبها على الاكسل. والقصص دي كلها. وطبعا نيس ده شغال بيتو داي. ان بكرة حتلاقي حصل اوب ديت. يعني بكرة اول ما التاريخ يقلب. هتلاقي يجب لك اخر سعر بتاع يوم اربعتاشر مارس. ويرجع ستة وتلاتين شهر. وعمل اوب ديت للتشارت. وكل حاجة بشكل اوتوماتيك. ده كان كل حاجة عن موضوع النهاردة. شكرا جدا لوقتوكو. لو عجبك الفيديو. لو سمحت اعمل لايك. وشير الفيديو. واسيب لي تعليق واشترك في القناة. كمان خليق فيديوهات كتير جاية في الفترة اللي جاية. وبعض اللينكات موجودة على سكرين دلوقتي. ممكن ترجع. تبص عليها. لو فيها منها حاجة ممكن تكون مفيدة. وشكرا جدا. وشوفكم الفيديو الجاي. السلام وعليكم وانطلاق بركاته.